موسيقى سعبد الرحمن نتوفره لأحياء حيث يقول إلي المصطلع تالحية يعني ما سينزلش على مستوى الأرض الواقع كانت تعريفة للحية كانت تعريفة لأبوية الإدارة للإدارة سلطة المحلية أو الجماعة تقول لك هذا الحي اسمه مثلا الحي الفراح أو الحي السعادة لهذا الحدود هذا ما كنا نقول لك نحن على هذا الحي بالنسبة للعلماء الاجتماعي الحي هو أولا هو الروابط الاجتماعية كما الروابط الاجتماعية وش كاتفة وش قوية وش موجودة ولكن كل أسرة رابطة سيغل المائم كل أسرة كتقبح وهنا في كنتكلمة على إشكالية تاع ظهور الفرد فظهور الفرد ما كنتشجعش إذا بغيته على تعريف بالحي لأن الأحياء الآن منذ بالنسبة لي منذ تقريبا أواخر تسعينات الحي فقد هذه السبغة الحميمية فقد هذه السبغة العاطفية للناس كالتعارف بناتهم لما يكون حفل كعاية على الجيرانته أو إلى غير ذلك فهذا الروابط ما بقيتش مشي معنى هذا ما إنما كيش تضامن وسلحي كيكون تضامن ولكن تضامن كيكون هنا بوئتي عاطفي عاطفي عقليني اللي كيتوفى مثلا شي واحد كتشوفها الناس كتتحرق اللي كتطيب الأغداء اللي كدير هذا ولكن من غير هاد الأمثلة بحلقية فكل واحد داخل سوق راسوك مما قتليه واحد مرة في الهرويين جارك هو من شهرك طالع يدرك هابط يدرك ذوك هناك تعطيك هاد المثال أمثلة كثيرة الإنسان يكون حدودي هادا كسيد الله عمره سلام سلام لا يكون حدودي ذوك كلنا كان مجدو إن أبغيت الفرد ما حد الفرد كيكون داخل سوقراسه ما حد الفرد كي نعطيه حنا قيمة والسيد اللي كي يبغي يكون إن أبغيتي اجتماعي بغي تتكلم مع الناس ولي يبغي هذا كيتم هو وعد سيد لما داخل سوقراسه وعد سيد وعد سيد وعد سيد وعد سيد يعني المفاهيم ما بدلت قيمة بدلت غال من السينات السبعينات في كانوا نادب الناس قال لي سوتهم اللي عايش في السينات السبعينات كيفاش كان الحي الباب دائما كان محلولتها الدار اللي جاي اللي جاي يدخل المرة تكون وقفة قدام الدار كيفان لا شوات كتقولي الله خليك الدليا خبز فران الآن العكس كل واحد داخل سوقراسه وهذا كنا كنا بزافت على الأسباب اللي مكنا نفسروا بها علاش فهذا لو قيتها بمطلوت من سعينات اللي نايق ولا الإنسان إذا بغيتي رب لي يتغلوهم يعني يعني البحنة تنتوجده في مقرجات الدارويدا بمجموعة من الأحياء على مستوى الضربية تتميز بمجموعة من الأشياء التي تتميز مثلا على المدينة القادمة على درب السلطان هذا الأمر مبقى حاضر الآن في الهندسة المعمارية بالدربية الآن مبقى حاضر ولكن لحقاة البناء حي الأحباس كانت عندها واجس أخرى ليسها واجس الروابط بالعكس وهواجس للهاجس حميمية عندما كانوا المهندسين يتصوروا المغربي المسلمين بأن السيد الذي يدار حميمية لا يريد أن مراته لا يريد أن لا يريد أن مراته لا يريد أن أن الجنس اللاطفة لا يريد أن يكون في الدرب أو إذا تحتفظ الحبوس الفيديو لم يكن لا يريد أن يجب أن ينطل فالدخل حميمية تعسيدة ولكن كما قالت لك هذا هو هواجس أخرى لما لديها علاقة في أوائل الخمسينات كان هذا الهم دي مكان تعب بأن الروابط الاجتماعية بالدراع غير ضحيفة ضحيفة جداً وهذا يشكل خطار على ليس غير الحياة الاجتماعية خطار على حتى الحي وكيف قاش حي كما قلت لك يكونوا غير منازل مصطفى إلى ما لنهاية التعريف التعريف الحي هو التعريف اللي فيه الروابط الاجتماعية موجودة وإلا معداش الحق نتكلموا على حي بالنسبة فهذا البوعد إلى بوتي السوسيولوجي